حرب من نوع جديد تشتعل في المنطقة تحت مسمى حرب الطائرات المسيرة حرب الطائرات المسيرة برزت مخاطرها مع استمرار إيران في تطوير وتحديث تكنولوجيا طائرات من دون طيار واستخدامها في عملياتها الاستفزازية في المنطقة شرارة الحرب بدأت في العشرين من يونيو الماضي حين أسقط الحرس الثورية طائرة جلوبال هوك الأمريكية فوق مضيق هرموز إيران ادعت أن الدرون الأمريكية اخترقت المجال الجوي الإيراني في حين نفى الجيش الأمريكي مؤكدا أن طائرته كانت تحلق في المياه الدولية واشنطن لم ترد عسكريا إلا أنها ومنذ تصاعد التهديدات الإيرانية للملاحة في مضيق هرموز عززت تواجدها في الخليج وأرسلت قطع عسكرية للمساعدة في حماية حركة التنقل في هذه المنطقة الحيوية في الثامن عشر من يوليو الحالي أعلن الرئيس دونالد ترامب أن سفينة يو اس اس بوكسر دمر طائرة إيرانية من دون طيار بعدما حلقت على بعد مسافة خطرة منها قدرت بأقل من ألف ياردة سارعت الخارجية الإيرانية إلى نفي تدمير أي من طائراتها وادعت أن واشنطن أسقطت إحدى طائراتها المسيرة عن طريق الخطأ عادت بعد ذلك القيادة الأمريكية الوسطى لتعلن أن سفينة يو اس اس بوكسر كانت قد دمرت طائرتين خلال تلك الحادثة لا طائرة واحدة ما يزيد من مخاطر هذه الحرب أن هذا النوع من الطائرات المسيرة يصعب التعرف عليه ورؤيته بالعين المجردة حتى من مسافات قريبة وذلك لصغر حجمها ومن السهل تخفيها إذ تتعدد أنواعها وأشكالها كما أن عمليات تطويرها مستمرة ما يتطلب تطوير تكنولوجيا التصدي لها بشكل مستمر مستمر